اشتركوا في القناة لازم البني أدم يبقى حطت أولوياته إنه في حاجات أساسية دي لو راحت ما بترجعش تاني, وفي حاجات لو راحت ممكن ترجع تاني. يعني في ناس كتير قوي تقول إنه الشغل أهم من صحتي ومن عيلتي. ناس تقول الفلوس أهم من كذا. هي كل حاجات كلها مهمة. بس الشغل ممكن لو راح ممكن يرجع تاني. الفلوس ممكن لو راحت ممكن ترجع تاني. لكن العيلة والصحة لو راحه بيبقى صعب جدا الواحد يرجعهم تاني. فعشان كده كل واحد لازم يقف وقفة مع نفسه ويعيد ترتيب أولوياته وزي ما حضرتك قلت بالزبط أنه أنا أولوياتي أولوياتي أن أنا أحافظ على صحيتي عشان أقدر أتواصل مع عيلتي أكتر يبقى لازم هيكون فيه تضحيات لأنه مش ممكن أن أنا حعمل كل حاجة ويبقى حيبقى أدائي في كل حاجة 100% فلازم يبقى فيه أحط نسب وأقول أنه الأولويات هي صحيتي وعيلتي والعيلة كمان مهمة جدا أنه لازم يبقى لازم الراجل يحط امراته أول أولوياته والستة تحط جزهة أول أولويات